اشتركوا في القناة وزير الخارجية الايراني يشدد على تعزيز الامن الاقليمي بين سوريا والتركيا زيارة في اطار الرسائل ام الوساطة غليان في الشارع الليبي بعد اقتحام البرلمان وتظاهرات رافضة لتنازع الشرعية وسوء الخدمات لماذا يتناحر المتحكمون بمقاليد السلطة في ليبيا؟ وهل تفتح الاحتجاجات الواسعة كوة في الجدار؟ واشنطن تقرر ارسال انظمة صواريخ متطورة الى اوكرانيا ضمن حزمة مساعدات عسكرية جديدة الغرب يرفع من مستوى مشاركته في المعركة مع روسيا تلبية لمطالب الكييف ام اطالة لامد الحرب؟ وفي قضية اليوم لقاء قديم للشهيد سليماني مع مثقفين ومخرجين ايرانيين يحوره مغرضون الى اجتماع سري مع الموساد مسيرة تضليل مستمرة منذ بداية عشرية النار لكن يجانب لشخصية سليماني في الانفتاح على المثقفين التوتر شمال حلب كان محور محادثة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في دمشق عبداللهيان الذي زار في وقت سابق انقرة التقى الرئيس السوري بشار الاسد ونظيرة فايسل المقداد واكدت معارضة ايران القيام بأي عملية عسكرية في سوريا نتابع ثم نحلل هو سياق التحدي المتواصل طائرة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان تهبط في مطار دمشق بعد ازالة اثار العدوان الاسرائيلي لكن هو الزيارة يبدو في جوهره شماليا عبداللهيان استبق وصوله الى دمشق بالافصاح عن قلق طهران من التطورات الميدانية في ريف حلب الشمالي وشدد على ضرورة تعزيز الاستقرار والامن الاقليميين بين سوريا وتركيا بما يحول دون وقوع ازمة جديدة الوزير الايراني كرر ذلك ايضا في دمشق نحن نعارض القيام بأي عملية عسكرية في سوريا ونحاول حل سوء الفهم عن طريق الدبلوماسية والحوار تبدو طهران متحفزة لاحتواء التصعيد شمالا وللتنسيق مع دمشق وانقرة بغية اعادة التوازن الذي كرسته خطوط التماسي بما يضمن تطمين مختلف الاطراف وقبل الذهاب الى تسوية تعمل طهران على انضاجها بنشر الجيش السوري في مناطق تل رفعة ومنبج بما يبعد قصد عنها وينزع فتيل عملية عسكرية تركية فيها هذه الزيارة هامة جدا افتأتي بعد تطورات محلية واقليمية ودولية كثيرة سواء في الجمهورية العربية السورية او في الجمهورية الاسلامية ولا تنفصل زيارة الايرانية عن سياق التواصل في المنطقة في الحوارات واللقاءات المكثفة التي تجري على مستوى الاقليم وبين اطراف اساسيين مؤثرين في الازمة السورية ولهذا تحضر منطقيا سوريا وازمتها المستمرة مع انقرة في طيات المشهد الاقليمي المتغير والاكثر منطقية هو ان تلعب ايران هذا الدور التسووي على شكل وساطة تبرد الاجواء وان لم تستطع سحب فتائل الازمات استمرار الازمات في المنطقة قد يدفع الى موجات لجوء جديدة لن تتحملها اوروبا المأزومة بالتبعات الاقتصادية للمواجهة الدولية في اوكرانيا ما قد يعجل بحل اقليمي لازمة اللجوء الفائد عن قدرة الجميع ومن دون وقف التوتر والاعتداءات الاسرائيلية لن تتوفر بيئة مناسبة لهذا الحل وهذا ايضا في اجندة عبداللهيان الاقليمية ديمان ناصيف دماشق الميادين مديرة مكتب الميادين في دمشق ديمان ناصيف ديمان كيف يمكن قراءة هذه الزيارة وهل يمكن وضعها في اطار الوساطة ام نقل الرسائل لا اكثر ولا اقل يعني يفترض ان يتبين كل شيء بعد ان يكون هناك مؤتمرا صحفيا مشتركا بين الوزيرين عبداللهيان والمقداد للوقوف على ما تم نقاشه سواء في اللقاء مع الرئيس الاسد الذي امتد لساعات اكثر مما هو مبرمج على الاقل وكذلك ايضا اللقاء مع وزير الخارجية السوري وبالتالي ربما يكون اكثر يعني هو للتوسط في هذا الامر اكثر منه رسالة ينقلها الجانب الايراني او عبداللهيان الى الحكومة السورية ربما تريد طهران ان تلعب هذا الدور وهي مؤهلة جدا لكي تلعب هذا الدور على اعتبارها طرفا مقبولا من البلدين هي حليف اساسي لسوريا وكذلك تملك علاقة جيدة مع تركيا وايضا هذا التوتر لا تريده ايران اولا لا تريد عملية عسكرية جديدة في سوريا ومواجهات جديدة تستنزف الجيش السوري وتستنزف قوة الحلفاء ايضا بطبيعة الاحوال وايضا شمال حلب بشكل اخص هي منطقة حيوية جدا بالنسبة للقوات الايرانية والحليف الايراني ولاجندة الانخراط الايراني في سوريا على اعتبار ان اي عمل من هذا النوع قد يهدد الانتصار الاساسي الذي حرصت عليه القوات الايرانية بمساندة الجيش السوري وهو انتصار حلب وبقاء هذا المجال الحيوي المحيط بحلب امنا من غير اي توتر ومن غير اي تصعيد جديد الى جانب طبعا بان هناك ملفا واضح بانه بات اولوية لدى الجميع وهو ملف اللجوء وبالتالي يجب ان تستقر المنطقة بما يؤسس او يمهد لامكانية حل هذا الملف على الاقل مبدئيا بتوافق اقليمي بين الطرفين او بين الاطراف الفاعلة في هذا الملف ساسألك عن هذا الموضوع في المداخلة الثانية ديما ولكن اسمح لي ان اذهب الى شارع ابن نادر محل الميدين لشؤون الامنية والعسكرية عميد شارل كيف يمكن ان يكون شكل العملية العسكرية التركية في الشمال السوري اذا ما حصلت هذا الموضوع ينسحب على من سوف يواجه الوحدات التركية هل سوف يواجهها الجيش السوري او سوف يواجهها فقط قوات سوريا الدموقراطية او لن تكون هناك مواجهة مثل ما حصلها في عفريد يعني اعتقد وفي تقسيم جغرافي للمنطقة التي تنوي تركيا ان تدخل اليها او تعتبرها انها تريدها حزاما امنيا هناك منطقة يوجد فيها الجيش السوري لان هي تقريبا مطار من نقوة الرفع وكما يبدو هناك وساطة في هذا الموضوع لتجنب اشكالية او مواجهة بين الجيش السوري وبين الوحدات التركية او بين المجموعات المدعومة مباشرة ربما من بجي وكان اشارة الزميلة ديما في هذا الموضوع قد تكون من ضمن هذه التسوية ايضا ولكن حتما اذا كان هناك قرار تركي منطقة عين العرب والتي هي مباشرة على الحدود ولا يوجد جيش سوري هناك قوات سوريا الدموقراطية سوف تكون مسرحا لعملية تركية ولمجموعات تركية ايضا المناطق الشمالية تقريبا من رأس العين باتجاهها الدرباسية وعمودة ايضا هي منطقة خالية من وجود الجيش السوري قد تشهد دخول للوحدات التركية تبقى منطقة القامشلي ومنطقة الحسكة طبعا مثل منطقة ترفعت ومطار بنك لها خصوصية تواجد الدولة السورية والجيش السوري لذلك اعتقد ان الموضوع سوف يقسم في هذا الموضوع وسوف ننطلق بداية من هل الامريكيون اعطوا أخضر لتركيا وهذا الموضوع سوف ينسحب على انسحاب لكوات سوريا الديمقراطية كما حصل في عفرين اعتقد اعود اليك ديمة وملف اللجوه هل يمكن ان يمنح هذا الملف هامشا لتسوية سياسية ما في الاقلي؟ يعني هذا ما هو واضح بشكل اساسي يعني حتى ذريعة العملية العسكرية التركية كما قال الرئيس التركي في اكثر من مرة هي من اجل اعادة اللاجئين ويفترض ان الهدف يذهب الى رقم حوالي مليون لاجئ سوري على اعتبار انه تم اعادة حوالي نصف مليون لاجئ سوري على مراحل متتابعة خلال العامين الاخيرين وبالتالي اذا كانت هذه الذريعة الاساسية من اجل القيام بعملية عسكرية قد تكون وستكون مكلفة عسكريا وسياسيا وكذلك اعلاميا بالنسبة للطرف التركي وضاغطا ايضا في الداخل التركي عشية الاقتراب موعد انتخابات وايضا بما يتعلق بالكلفة العالية يعني اين سيعود هؤلاء اللاجئين ومن سيدفع هذه الكلفة في اقامة بباني او اقامة مشاريع سكانية لاسكانهم وكيف يمكن ان توضع هذه الكتلة البشرية في مكان لا ينتمون اليه ولا يعني لا ينتسبون اليه ولم اصلا لم ينزحوا منه بطبيعة الاحوال وبالتالي هذا ملف اساسي بالنسبة لتركيا بالنسبة للبنان اليوم سمعنا ايضا في اجتماع وزراء الخارجية العرب كيف طرح هذا الموضوع كذلك هو الامر بالنسبة للاردن الذي بات يلوح بامكانية اقامة ناتو عربي والقول بان الجنوب السوري بات يهدد الامن القومي الاردني وبالتالي هذا الملف بات بالنسبة للجميع ملفا ضاغطا قد يكون هو بوابة لهذه التسوية وهو ربما عنوانا اليوم في هذه المرحلة ونحن نتحدث عن مرحلة رانا هي مرحلة تشاور وسياق من التواصل بين كل الاطراف يعني لقاءات سعودية ايرانية لقاءات اماراتية سورية لقاءات ايرانية تركية وبالتالي هذا الحراك كله على مستوى الاقليم والمنطقة لا يمكن ان تكون سوريا بمعزل عنه والاعتبار ان الامور الشائكة لجهة اعادة الاعمار او العملية السياسية او الانفتاح على سوريا او التطبيع العلاقات او العودة الى العلاقات من سوريا كلها امور ربما تكون مؤجلة على الاقل البحث في ملف اللاجئين قد يكون امرا ملحام بالنسبة للجميع لانه لا تاقة لأي طرف في استمرار هذا الملف على تحمل المسيط التظاهرات عم ليبيا محتجون يقتحمون مقر البرلمان مشهد يختصر غضبا من حالة الجمهد السياسي في البلاد والتي ادت بدورها الى شلل في الخدمات وسط استمرار تنازع الشرعيات فهل تعود ليبيا الى الفوضى؟ نتابع ثم نحلل لا سلطة واحدة في ليبيا لا قاعدة دستورية متفق عليها سلاح متفلت وطموحات في الرئاسة وغيرها هو وضع يظهر ان للفوضى الصوت الاعلى احرار ليبيا احرار المنطقة الشرقية بالكامل الله اكبر الله اكبر بالجرافة اقتحم المتظاهرون مبنى البرلمان في طبرق بشرق البلاد متهمين النواب بالخيانة وسارقة المال العام قد يكون انقطاع الكهرباء في صيف ليبي سببا مقنعا للتظاهر لكن الغضب اكبر بكثير غضب يطال الجميع هذه المرة على الاقل في الهتافات مللنا مللنا الشعب يريد اسقاط الحكومات في الليل والنهار تستمر الاحتجاجات في كل من بنغازي والبيضاء ومصراطة وغيرها من يملك الحل؟ خلاصة مفاوضات جناف كانت الفشلة كما كانت سابقاتها في القاهرة وغيرها وفي الداخل ارتفاع اصوات تطالب باستقالات جماعية من مجلسين نواب والدولة والبرلمان الموجود في الشرق يعين فتح باشاقا رئيسا لوزراء حكومة جديدة على الرغم من رفض رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التنحي عن المنصب عقم يقابله عقم وفي الاسناء تحاصر جماعات مسلحة في الشرق منشآت نفطية فينخفض انتاج ليبيا من البترول الى حده الادنى نهب وفوضى وعدم استقرار وانتخابات نيابية ورئاسية في مهب الريح فهل الحل موجود اصلا او لعله ممنوع؟ الاكيد ان الظلمة الليبية لا شيء واضح فيها سوى نار الفوضى قاسم معزدي محلم يدين لشؤون السياسية والدولية ما اسباب الاستعصاء السياسي في ليبيا وما هو الافق بالتالي؟ يعني الاستعصاء السياسي في ليبيا هو نتيجة ان ليبيا بقرة حلوب ثروات هائلة في ليبيا وموقع جيوسياسي هائل جدا وامكانيات وطاقات وكل الاطراف الداخلية تطمع بهذه البقرة الحلوب وايضا الاطراف الخارجية التي غزت ليبيا ودمرت ليبيا تصوب ايضا على حليب السخي لهذه البقرة نتيجة ذلك انه لا يوجد موازين قوى معادلة تؤشر تدفع ليبيا باتجاه او اخر لذلك نرى هذا الشلل وهذا الانسداد وهذا الاستعصاء هذا كان سائدا على الاقل منذ 2012 وخاصة 2014 حتى الان لكن الامور بدأت تستفحل اكثر كان حتى الامس القريب مصر في ليبيا المركزي يوزع على الجميع السخاء والاعطيات نتيجة العائدات النفط والغاز وصل الاهتراء الى مصرف ليبيا المركزي وتعطل مصرف ليبيا المركزي على كل حال مشكلة الكهرباء باساس هي ان مصرف ليبيا المركزي يتمنع عن صرف المستحقات بالدولار بوقت ان المصرف ينقسم ما بين عقيلة صالح وبين الدبيبة وتدخل كل الاطراف فيها النفط بحد ذاته يتوقف ونتيجة ان الشركة الوطنية الليبية التي كانت طرعا كل الاطراف بعطاءاتها ايضا انقسمت هذا الوضع كيف تحله الاجتماع جنيف الاخير دائما نفس الوصية ونفس التوصية بشغلة البال ناقشوا هذه النقطة وعليكم هذه النقطة والى اخرين ويتفقون ويعودون هل هذه النقطة هي مدخل للحوار او هي نتيجة الحوار هذا يعني مثل عن السبب الاخير كيف انفجرت ما بين المشري وعقيلة صالح اذهب الى ديما نصيف ديما في الواقع هناك ازمات متشابهة بين ليبيا وسوريا على صعيد الخدمات ولكن المسببات مختلفة جدا ماذا يمكن ان نقول عن المسببات بالتحديد يعني هذا امر طبعا يطول الحديد فيه ولكن بشكل اساسي ربما في اثناء الحرب عندما استهدفت يعني او بسبب الاشتباكات والاقتتال في المناطق تضررت الكثير من البناء التحتية الاساسية التي تدخل يعني في تفاصيل الحياة اليومية والحاجة اليها كمحطات المياه محطات توليد الكهرباء ايضا الجسور وسائل المواصلات الطرقات التي تصل بين شريانات المدن السورية كلها يعني او اغلب هذه البناء التحتية تضررت بشكل كبير جدا المشافي المدارس الى ما هناك ولكن فيما بعد طبعا بسبب يعني ضغط الحصار وضغط العقوبات ومنع اي عملية يعني تعافي مبكر او تنمية في بعض المناطق وكذلك انكفاء المنظمات الدولية يعني تحت ضغط الدول المانحة بانه لا يسمح لهذه المنظمات بان تقدم هذا الشكل من المعونات حتى في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة التي تقول هذه المنظمات بانها تدعمها او يرصد لها المبالغ الهائلة لا تؤمن هذه المشاريع التي تحتاجها البنية الاساسية لمعيشة السكان في سوريا في ظل نزوح داخلي ونزوح خارجي وايضا خروج مناطق من سيطرة الدولة السورية طبعا الى جانب يعني منع اي امكانية لدخول مواطن تدخل في اعادة تأهيل البناء التحتية لتقديم خدمات افضل بالنسبة للمواطنين السوريين اعود اليك قاسم في الواقع هناك اكثر من نقطة احتجاج في اكثر من مدينة ليبيا وان كان يعني تركزت هذه الاحتجاجات في طرابلس وطبرق ما حدودها وايضا هل يمكن البناء على هذه الاحتجاجات يعني هناك حالة غضب نتيجة الوضع الذي شرحنا بعض من جوانبه هناك يعني فقر معم غلاء اسعار فوضى امنية لا يستطيع الليبي ان يخرج كما كان يتعود كل شيء اهترى الادارات الخدمات كل شيء مهترق ولا امل به التحركات هي يعني اذا قسمناها ما بين الطبرق حيث يعني شهد بعض العنف قد يكون نتيجة الخلاف ايضا ما بين حفتر وعقيلة صالح ومن المستبعد يعني ان يذهب المتظاهرون لاحراق مجلس النواب دون على الاقل يعني اب بطباط مثل ما بيقولوا من من حفتر المسيطر على الشرب المثل الاكثر وضوحا هو احتجاجات طرابلوس احتجاجات طرابلوس كانت سلمية وهادئة من حركها حركها طيار بالتريس الشبابي هذا طيار موجود منذ 2011 ونشط منذ 2018 بشكل واسع ويجمع كل الشباب غالبيتهم من الشرق والجنوب والطرابلوس وحتى الزاوية يتجمعون حول يعني فكرة ان الشباب لهم يجب ان يكون لهم دور وليس هو دور سياسي نتيجة هذه الحركة العفوية بين هليلين يركب عليها على سبيل المثال اليوم المشري يقول المجلس في انعقاد دائم حتى يجد حل نهائي لازمات ليبيا دبيبة يؤيد الاحتجاج وسنرى مؤيدين اخرين وهم الذين يستولون على السلطة وهم سبب الازمة ويعيدون الشباب الى ان تتبلور الامور بشكل سياسيا بشكل اوضح في الاقليم وفي داخل ليبيا قد نشهد بعض الاحتجاجات وقد نشهد بعض الفوضى لكن لا يبدو ان هناك افق يبشر باعادة بناء ليبيا والسير على الطريق القوي نعم قاسم حارسة البيت الابيض في طريقها الى كيف قررت وزارة الدفاع الامريكية البيئة طالب اوكرانيا تزويدها بمنظومات صواريخ متطورة نوعية المساعدات الامريكية الاخيرة وتوقيتها يثيران العديد من الاسئلة حول الهدف الحقيقي منها نتابع ثم نحلل 820 مليون دولار هي قيمة حزمة المساعدات العسكرية التي خصصها البنتاجون لاوكرانيا من مخزونات الجيش الامريكي نهاية شهر ايار مايو الماضي وبهذا تصل قيمة مساعدات واشنطن الكييف الى نحو سبعة مليارات دولار منذ بدء العملية الروسية الخاصة في الرابع والعشرين من شباط فبراير الماضي الحزمة الجديدة تشمل منظوماتي صواريخ نرويجيتين من طراز نيسمس وهمارس ونحو مائة وخمسين الف قذيفة مدفعية من عيار مائة وخمسين ملي مترا واربعة رادارات اهمية منظومة نيسمس الصاروخية المتوسطة المدى تكمن في انها مضادة للطائرات ومصممة للاشتباك مع اهداف جوية على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة في جميع الظروف الجوية هي المنظومة المستخدمة لحماية المجال الجوي حول البيت الابيض ومبنى الكابيتل في واشنطن اذ يراوح مداها بين خمسة وخمسين ومائة وثمانين كيلو مترا وتعمل على ارتفاع يصل الى ستة عشر كيلو مترا وتحتوي كل بطارية من هذه المنظومة على اثنتي عشرة قادفة في كل منها ستة صواريخ اما هيمارس فمداها يبلغ ضعف مدى المدفعية التقليدية وتتميز بانها عالية الحركة ولديها مدى ودقة متفوقان كما توفر ضربة اسرع من انظمة الصواريخ السابقة هذه القدرات العسكرية متطورة جدا عما سبق ان دعمت به كييف من اسلحة وهو ما قد يدفع روسيا بدورها الى استخدام اسلحة مختلفة في الميدان الاوكراني ويطرح العديد من الاسئلة حول الهدف الحقيقي من تزويد كييف بهذه الاسلحة فهل تكون هذه الخطوة الامريكية مقدمة لتدخل الناتو في اوكرانيا بعد نحو خمسة اشهر من المعارك التي تتفوق فيها روسيا عسكريا بمراحل على الجيش الاوكراني ولسيما بعد الرؤية الاستراتيجية للحلف التي اعلنت اخيرا من مدريد عميد شرل ابي نادر ما هي مميزات هذه الاسلحة وكيف يمكن ان تؤثر على مسار المعركة في اوكرانيا منظومة الدفاع الجوي نايس ميز اشار التقرير بي بتفصيل عن هذه المميزات الاعدادية والتقنية في المعركة طبعا هي سوف تحدث تغييرا مهما واساسيا حتى الان لم تواجه الوحدات الروسية او الطائرات الروسية اذا كان القازفات او اذا كان الطائرات المسيرة بمنظومة الدفاع الجوي فعالة ومتطورة اليوم هي سوف تكون على تحدي مباشر مع هذه المنظومة الامريكية المتطورة والتي هي يعني يميزها الامريكيون بانها لحماية البيت الابيض والاماكن الحساسة هذا الموضوع طبعا سوف يشبر الروس على تغيير مناورته البعد الاخر في هذه الاسلحة ليس فقط هذه المنظومة الرادارات التي هي تواكب عمل المدفعية وتواكب عمل المنظومات السرخية هي مارس وهنا ايضا الضقة والفعالية هذه الرادارات تستطيع ان توجه مباشرة عبر الاقمار الصناعية وعبر الطائرات المسيرة قزائفها وصواريخها من الواضح رانا ان هناك تغيير جدي في نمط قدرة هذه الاسلحة اعتقد ان الروس عليهم ان يذهبوا باتجاه التغيير جزري لمناورتهم لم يعود لديهم القدرة بعد الان على ان تكون قازفاتهم تلعب وتسرح وتمرح فوق الدونباس مثلما كانت سابقا البعد الرئيسي الاساسي او نقطة الضعف الرئيسية الاساسية لهذه المنظومات هي ان عددها قليل لا تستطيع ان تغطي كامل المسافة او المساحة التي يريد الروس ان يغطوها من هنا تأتي اهمية هذا الموضوع اليوم والذي يشير الى ان الميدان او ان المعاركة في الدونباس تقريرا وفي منطقة كيرسون سوف تشهد تعديلا او تغيرا جزريا من الناحية العسكرية سأسألك عن هذا الموضوع عميد شارل ولكن قاسم عز الدين ما هي رهانات الناتو اليوم يعني الناتو يراهن على ان الحرب ستكون طويلة كما صرح يعني الامين العام الناتو انه عدة سنوات وقد تكون يعني مفتوحة اكثر من عدة سنوات لماذا هم يراهنون على ان روسيا بنهاية المطاف ستخسر مراهناتها وهم يخوضون او يحاولون ان يخوضوا حرب مستمرة حرب استنزاف لكن ايضا حرب تجبر كما يتخيلون مونسكو على العودة الى اوكرانيا نلاحظ اليوم مثلا غدا في بروكسل دعوة لبحث اعادة الاعمار حتى الان يتكلمون عن 1500 مليار هذا كمبلغ اولي ممكن ان يتضاعف هم يحسبون حسابات لا تبدو منطقية الا اذا اجتمعوا بين بعضهم كما حدث باسبانيا وايدوا بعضهم البعض لا يعرفون او لا يتصورون كيف يمكن ان ترد روسيا وتجبرهم بسواء باوكرانيا او بما اخرى والادهى من ذلك انهم لا يحسبون الحساب العقلاني لقدرة المجتمعات الاوروبية ان تتحمل هذا الاستنذاف وهذه الحرب وخاصة التداعيات الاقتصادية فنراهم بشكل هستيري يهونون من كل تداعيات الازمة وكأن شيئا لم يحصل اعود اليك عميد شارل قلت لابد من روسيا من ان تغير من مناورتها في اوكرانيا هل يمكن ان نشأ تغييرا في مسواه هذا التدخل الروسي المساري الذي اعتمرته الوحلية الروسية مؤخرا والذي كان ناجحا يعني هي كانت تتقدم في منطقة الدونباس وفي المدن بطريقة سابتة واكيدة هذا الموضوع لن تخسره لانه بالنهاية هو سوف كان يحقق الهدف الرئيسي والنهائي من اهدافها في اوكرانيا منطقة الدونباس ومنطقة خلص لذلك لدى روسيا امكانية على المناورة في اكثر من اتجاه لديها امكانية على المناورة لناحية الاسلحة المستعملة ولديها ايضا امكانية على المناورة الميدانية من الطبيعي ان تعمد الى يعني زيادة عدد الجبهات التي سوف تفتحها على الوحدات الاوكرانية ربما نشهد اعادة فتح لمحاولات على اخر كاف او قد نشهد محاولات ضغط باتجاه كاف يعني هذا الموضوع لم تتركه روسيا حتى الان هي لن تترك الضغط يؤثر على مناوراتها وعلى معركتها لناحية الاسلحة انا بتقديري سوف تزيد من استعمال الصواريخ البعيدة المدى والتي استعملت قسم منها في بداية العملية هذا الموضوع سوف يعيد هذه المنظومات التي لن تستطيع يعني ان تلحق على هذه الصواريخ البعيدة المدى والخاضرة على الافلات من منظومات الدفاع الجوية الامريكية المعروفة يعني هذه النقطة اساسية سوف نشهدها لذلك لن يترك روس هذا الميدان لهذه المنظومات الضئيلة ولو كانت متطورة لكي تغير مناورتهم او تعيد مستوى معركتهم الى مستوى ادنى شكرا جزيلا لك عميد شارل ابي نادر وشكرا ايضا موصول لقاسم عز الدين وليدي منصيف فاصل نحلل بعد قطيطي موسيقى لقاء ثقافي مع مخرجين تحول الى لقاء استخباري مع المسادة هذا ما حصل مع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى نشروه انه مسرب للشهيد قاسم سليماني خلال ما زعموا انه لقاء سري جمعه بعناصر من الاستخبارات الاسرائيلية طبعا المعلومة خاطئة وتعامل نشروها بخفة في ترويجها فالفيديو يعود للقاء ثقافي علني للشهيد سليماني وبغض النظر عن ان من نشر الفيديو معاد للمقاومة ورموزها لكن اي خفة في التعاطي بمواضيع كهذه وهل تداول تشويه سطحي على منصات التواصل يجعل منه حقيقة ولا سيمة مع جهات امتهنت التضليل والتزوير منذ بداية عشرية النهار وبعيدا عن التضليل اي جوانب كشفها اللقاء عن شخصية الشهيد سليماني وانفتاحه على المثقفين اذا نشرت مواقع الكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشهيد قاسم سليماني تبين سريعا انه مفبرك هو لقاء عادي مع نخبة من مخرجين وفنانين ايرانيين بارزين حضره الشهيد قاسم سليماني في حفل خاص لكنه تحول بعين بعض ممتهني الفبركة الهابطة الى اجتماع سري مسرب بين القائد العسكري الايراني الاول مع الموساد الاسرائيلي اللافت ان حسابات اجنبية غير ايرانية هي من وقعت في الفخ عندما سرعت بنشر الفيديو فشهرة الوجوه السينمائية المشاركة في الحفل منعت حتى المعارضة الايرانية باصنافها كافة من تداوله وهي تتساءل من لا يعرف في ايران المخرجين الثوريين الشهيرين ابراهيم حاتميكيا والراحل نادر طالب زادة الحاضرين الى جانب الشهيد سليماني كما يظهر المقطع هي زاوية من زوايا الحرب المتواصلة ضد رموز المقاومة ومحاولات التضليل اذا لكنها في الوقت نفسه تكشف جانبا خفيا من شخصية سليماني لمن لا يعرفه خارج ايران وعلاقاتها القريبة مع المثقفين والسينمائين وتكشف ايضا اهتمامه النادر بقضايا الحياة العامة وانفتاحه على الفن واصحبه وسليماني الحرب والسلم وسليماني السياسة والفن قاسم سليماني اسم لا يكفيه لقب واحد ولا صفة واحدة سليماني يعني كل الالقاب الجميلة يقول ابراهيم حتميكيا نجم الاخراج السينمائي في ايران لذا فان محاولات تشويه صورة هذه الاسطورة مستمرة كانت ولا تزال وقد لا تتوقف لسنين احمد البحراني طهران الميادين مراصل الميادين في طهران احمد البحراني احمد هل هناك من ردود فاعل على هذا الفيديو داخل ايران رانا بصراحة لا ردود فاعل على هذا الفيديو داخل ايران لسبب بسيط وهو ان وسائل الاعلام الايرانية مواقع التواصل الايرانية حتى الان لم تتفاعل مع هذا المقطع بل ان حتى وسائل الاعلام ومواقع التواصل التابعة للمعارضة الايرانية المتشددة ايضا التي تدعو ليلة نهار الى اسقاط النظام الايراني هي الاخرى لم تتعامل مع هذا المقطع لكن لماذا ايضا لسبب بسيط ووجيه جدا وهو أن القاصي والداني هنا في إيران يعلم من هو قاسم سليماني ويعرف جيدا من هو إبراهيم حاتميكيا ونادر طالب زادا حيث كان حاضرين في المقطع الفيديو الذي يثيرهما إلى جانب الشهيد قاسم سليماني إبراهيم حاتميكيا هذا الرجل والشخصية الفنية السينمائية العملاقة منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران أفلامه وأعماله عالقة بل محفورة في أذهان الإيرانيين لديه العديد من الأفلام الشهيرة جدا أيضا نادر طالب زادا المخرج والسينمائي وصاحب الوثاقيات الشهيرة جدا وبالتالي الجميع هنا في إيران يعرف وجوه هذه الشخصيات البارزة وبالتالي حتى المعارضة الإيرانية لم تقع في مثل هذا الخطأ رغم أن المعارضة الإيرانية أيضا تمارس التضليل الإعلامي ليلة نهار لكن بطريقة أخرى ربما أكثر ذكاء إن صح التعبير رانا عند المحاولة محاولة البحث عبر محرك الجوجل بسهولة بإمكان كل شخص الاطلاع على حقيقة والتحري من حقيقة وصحة هذا الفيديو هذا الفيديو نشر قبل فترة من الزمن عبر العشرات من وسائل الإعلامي الإيرانية الرسمية وغير الرسمية أيضا تحت عنوان لقاء نادر يجمع الشهيد قاسم سليماني مع المخرجين الكبيرين إبراهيم حاتمي كياوانادر طالب زادا أذا بلايكي بهي حلوي مديرة الميادين أونلاين بهي كيف يمكن فهم هذا الانتشار الواسع لهذا الفيديو تحت عنوان مضلل تحياتي إيرانيا لا شك أن حجم التفاعل كان كبيرا نتحدث هنا عن الشارع العربي والحسابات العربية على منصة التواصل الاجتماعي كما أشار الزميل أحمد الحسابات الإيرانية الوحيدة التي كانت حاضرة ضمن هذه الحملات جرى إقحامها بطريقة ممنهجة ومفبركة وهي أغلبها حسابات وهمية فقط لإعطاء نوع من المصداقية لهذه الحملات من يتابع كيف لفق هذا الفيديو يمكنه الوقوف عند عدة مقومات تشرح ربما أو تعلل سبب هذا التفاعل أولا استخدام الفيديو هو يعتبر كمادة أو كدليل ويحظى بالمصداقية الأعلى عند الجمهور الذي لم يشاهد هذا الفيديو سابقا وحتى بالنسبة للبرمجيات هو يعطي الحظوظ الأوفر للتفاعل أو الانتشار على منصة تويتر بشكل أساسي ثانيا الصياغة المستفزة التي جرى استخدامها أو توظيفها على هذه المنصات السردية المغلوطة أو المستفزة وطبعا جزء من الناشطين المعادين لرموز النضال جزء منهم أيضا في الخليج وكانت حسابات خليجية التي تتفاعل هم يستخدمون عبارات حتى تضطر جزء من الجمهور في الطرف المقابل يرد عليهم مثلا اعتبروا أن هذه مسئولية الفرس وهي طعنة بالنسبة للعرب أو حتى اعتبروا أن هذه رسالة موجهة لللبنانيين والفلسطينيين على وجه الخصوص وإلى ما هناك أيضا الجولة الثانية من التفاعلات ربما يمكن القول هذه المرحلة الأولى جرى تجهيز الأرضية من قبل هذه الحسابات بعدها جرى اعتمادها من حسابات لمؤسسات إعلامية وصفحات إخبارية على منصات تواصل الاجتماعي باعتبار أنهم ينقلون ما يجري التداول به على هذه المنصات وهنا تصبح نوع من الدوامة حسابات جديدة تتفاعل مع المادة التي تنشرها هذه الوسائل الإعلامية أما أبرز التساؤلات كانت عن سبب أو التوقيت من نشر هذه المادة مع الحديث عن ما يشبه النيتو في المنطقة وأيضا عن الحاجة لتشويه صورة الفريق السليماني حتى من بعد استشهاده سليم بوزايد محمد يدي لشؤون الإقليمية والثقافية ما الذي يكشفه تحوير الحقائق وهذا التضليل وتحديدا عندما يتم التوجيه به إلى محور المقاومة رأينا بداية يجب التنويه على أن هذا الفيديو أو ما تعلق به هنا على الأقل في المنطقة المغربية ليس بالانتشار والموضوع لم يكن من المواضيع الرئيسية هذا أولا ثانيا في فهم هذا الأسلوب البليد والغبي والرخيص في الدعاية والبروباغندا ربما يقودنا إلى زاوية أخرى للنظر للموضوع منذ اندلاع أو ما يسمى الربيع العربي أو الخراب العربي تحديدا الحرب على سوريا والتي تعرض لها سوريا هنا مثلا في المنطقة المغربية كانت هناك أحزاب وشخصيات سياسية مزاجها أقرب إلى الطيارات الإخوانية خطابها كان خطابا ضببيا ملتبسا مائعا في بعض الأحيان المتطرفين منهم كان خطابهم معادي حتى لبعض قادة المقاومة في إيران أو حتى في لبنان لكن بعد ما حدث بعد استشهاد الرمز قاسم سليماني وظهور القادة السف الأول من المقاومة الفلسطينية ورموز كبار في العالم وما تكشف لاحقا من دور قاسم سليماني في تسليح المعارضة وفي دعم غزة انقلب المشهد 180 درجة بالمطلق هؤلاء الذين كان مزاجهم متقلب ومرتبك ومائع أصبحوا الآن يقولونها صراحة أن إيران هي الدعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية ومن كبار الداعمين لحركات المقاومة وبالتالي أصبح المزاج الإعلامي والسياسي والثقافي أكثر وضوحا وكان الصورة ملتبسة بات ببساطة في مواقع التواصل الاجتماعي والوقوف وتكذيبه وبالتالي مثل هذه الأدوات البريدة قد تنطلي في مناطق معينة وفي مستويات معينة محدودة معروفة بمزاجها القريب للتطبيع لكن في مناطق أخرى هي فاشلة وتؤكد على أن موزير القوى إعلامي ودعائي ونفسيا ومزاجيا هي أقرب وأقوى لمحور المقاومة من أي توقيت مضى أعوذي إليك أحمد البحراني كيف تقرأ محاولات الاستهداف تحديدا لشخصيات إيرانية بارزة وتحديدا أكثر لشخصيات الشهيد قاسم السليماني أنا أجيب على هذا السؤال حقيقة بما يقوله المرشد الإيراني هنا أي تله علي خامين دائما لدى استقباله النخب العسكرية والسياسية والعلمية والفنية أيضا هو دائما يردد هذه المقولة أن إعلام العدو يستهدف كل مسؤول يحاول أن يبرز في مهمته وله مكانة وله نجاحات كبيرة ويؤكد أن كل من يتعرض إلى مثل هذا الاستهداف لا شك أنه يسير في الطريق الصحيح وفي المسار الصحيح ونحن نتحدث هنا عن شخصية مثل شخصية قاسم سليماني التي حققت الكثير من النجاحات باعتراف الصديق والعدو على الصعيد الإقليمي له شعبية ومكانة غير مسبوقة ونادرة هنا في الداخل الإيراني وبالتالي بطبيعة الحال إعلام العدو يحاول النيل واستهداف مثل هذه الشخصية ويستمر حتى بعد استشهاد هذه الشخصية لا ننسى أيضا أن خلال السنوات الماضية هي ليست القضية الأولى بالمناسبة خلال السنوات القليلة الماضية تعرض الشهيد قاسم سليماني سوى في حياتها أو بعد استشهاده إلى العديد من مثل هذه الفبركات والتضليل الإعلامي سوى من خلال وسائل الإعلام الخبرية الإقليمية العربية الخليجية عندما كان يقود عمليات ضد داعش وضد الجماعات التكفيرية والإرهابية في سوريا والعراق هذه القنوات كانت تدعي وتقول أن الجنرال قاسم سليماني يدعم التنظيمات الإرهابية ويدعم تنظيم داعش بل يقود هذا التنظيم خلف الكواليس هناك أيضا مسلسلات تلفزيونية انتجت إقليميا عربيا مسلسلات رمضانية استهدفت فيها شخصية الجنرال قاسم سليماني وبالتالي مثل هذه العملية ممنهجة منذ انتصار الثورة الإسلامية لم يسلم منها أي شخص هنا في إيران من المرشد الأعلى إلى الرئيس إلى الوزير وإلى القيادة العسكرية الإمام الخميني تعرض إلى مثل هذه العمليات التضليلية المرشد الحالي أيضا يتعرض باستمرار لمثل هذه العمليات الإعلامية المفبرك كيف يتم استغلال الفضاء الإلكتروني في عمليات التشويه والتضليل تحديدا وخاصة في العشرية الأخيرة نعم رانا يعني ضمن حرب السورة وحرب الدعاية ومع الرواج الكبير لمنصات تواصل اجتماعي في العشرية الماضية بطبيعة الحالة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الغرب وأدواتها في المنطقة العربية استغلوا هذه المنصات بتأني لمنهجة كل هذه الحملات المضللة حملات التشويه والشيطنة حصل ذلك في سوريا في ليبيا في لبنان في اليمن في العراق حتى في فنزولا في بوليفيا في البرازيل النقطة الأساسية أو نقطة الانطلاق هي استغلال كمية المواد الهائلة أو المحتوى الكبير الذي ينتشر على هذه المنصات واستحالة التحقق أو التثبت من كل هذه المواد يستفيدون أيضا من أنهم يحتكرون هذه المنصات وبالتالي يتحكمون بالمحتوى ضمن حجاج القواعد التنظيمية ولجان الرقابة يستفيدون من الأموال الطائلة أيضا بموضوع الدعايات والجيوش الإلكترونية والذباب الإلكتروني والنقطة الأخيرة هي يستغلون أن الشعوب الموجودة في المنطقة تستهلك أو تستخدم هذه المنصات مع غياب البدائل وبالتالي لم تحظى بالتدريب اللازم أو العناية اللازمة لتتمكن من التوثق والتثبت من المواد كما يلزم خاصة الأجيال الأكبر نسبيا أما في حالة الفريق سليماني بشكل أساسي إذا ما عيننا نظرة الولايات المتحدة الأمريكية وأهتمامها حتى إعلاميا وعلى هذه المنصات بالفريق سليماني خلال العشرية الماضية ندرك أنه عجزت عن المواجهة بشكل مباشر وبالتالي لجأت إلى هذه الحملات الشيطنة استشهد ببعض الأمثلة سريعا على محركات البحث رانا ببحث سريع نجد أنه كلمة سليماني حاضرة بقوة في العشرية الماضية ضمن استخدامات متعددة مثلا الصحافي الأمريكي روبرت بيترسون يربط شعبية سليماني بالتاريخ الإيراني والثقافة الإيرانية والأبطال الأسطوريين مراكز بحثية أيضا اهتمت بصورة الفريق سليماني وشعبيته واعتبروا أن تهديده ليس فقط عسكريا في المنطقة وأيضا في توحيد الداخل بشكل أساسي التقارير الأمنية التي سلطت الضوء على هذه الفكرة مثل تقرير المجلس الأطلسي يقول أن حاج قاسم سليماني أو قائد القلوب هو نموذج عن الجندي الذي أدى نكران الذات لمصلحة الشعب وأخيرا مثلا في مجلة مركز مكافحة الإرهاب التابعة لوست بوينت يمكن الاكتفاء بأحدى العبارات لكي يفهم قاسم إيران عليه أن يفهم قاسم سليماني سليم مزيدي أي نقاش عاد هذا الفيديو لناحية شخصية شهيد قاسم سليماني برأيك بداية ربما قد يكون من المفيدة التركيز على أن الدعاية الغبية هي بالنهاية دعاية إيجابية لمحور المقاومة مثل هذه الأدوات البدائية التي ليست فقط سطحية هي قد تنطل على بعض البسطاء لكن بلهاية الأمر هي دعاية فاشلة وسيكون مرضودها عكسي تماما لكن الأهم باعتقادي أن ما طرحه هذا الفيديو وكل المحاولات التي طالت لتشويه الشهيد الرمز قاسم سليماني بعد استشهاده وقبل استشهاده لكن الأهم هو في هذه الفترة التي برت على استشهاده انتقل موضوع الرمز شهيد قاسم سليماني من قائد ميداني وسياسي وستراتيجي مؤثر في الميدان وقلب الموعد الموازين القوى في سوريا وفي العراق وفي لبنان ومارات أخرى من رمز إلى مشروع وبالتالي هنا يصبح الحديث على أن الأدوات وفكر ومنهاج قاسم سليماني في المواجهة وفي الميدان وفي التخطيط وفي الدعاية وفي السينما هو الخطورة على مشروع التطبيع ومشروع الخيانة يدركون جيدا أن القضية التي رافع ودافع وحولها قاسم سليماني إلى عمليات ربما كانت في الخفى المشاهد العربي الذي ربما كان لا كان يعرف قاسم سليماني أو يعرفه فقط في الإعلام المظلل المعاذي ببعض الروايات المبزوجة والكاذبة أصبح الآن من خلال شهادات رموز وقادة يعرف قاسم سليماني أنه كان دورا حاسبا في انتصارات غزة وفي انتصارات الأمة الكبرى على الداعش وبالتالي هذا النقاش تحول من قاسم سليماني الرمز إلى قاسم سليماني الثقافة والمشروع والهوية وأبقى في نفس الإطار معك أحمد البحراني كيف كانت نظرة الشهيد قاسم سليماني إلى الفن وإلى الفنانين والمثقفين في دقيقة نعم رانا عندما تتحدثين رانا إلى شريحة كبيرة من الإيرانيين هم يتحدثون عن هذه الشخصية بأنها شخصية استثنائية بكل ما تحملها من كلمة لماذا؟ لأنه كان قريب من الجميع كان يتمتع بعلاقات مع الجميع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار من الإصلاحيين إلى الأصوليين من العلمانين إلى الإسلاميين وبالتالي كان قريب أيضا إلى الطبقة الفنية والسينمائية نعم كان يتمتع بعلاقات جيدة جدا مع بعض الشخصيات الفنية البارزة لسيما إبراهيم حاتميكيا ونادر طالب زادة حيث ظهر في هذا المقطع الفيديو لكنه كان يتمتع بعلاقات جيدة جدا مع العشرات من المخرجين والفنانين الممثلين والممثلات وكان يحضر الأفلام بمجرد أن تدخل قاعد عرض السينما هنا في طهران وباقي المدن كان يقدم لهم الدعم خاصة الأفلام التي يعتبرها مفيدة للثورة الإسلامية نعم رانا أعتذر عن المقاطعة أحمد فعلا ولكن لضيق الوقت وهي أيضا في دقيقة لو سمحت رغم التوضيح هناك بعض المواقع لا تزال تعتمد هذا الخبر كيف يمكن فهم هذه العملية؟ أساسا رانا لا شك أنه حتى ضمن المواقع التي نشرت الفيديو بالدرجة الأولى كان هناك من يعرف أن هذا الفيديو لا علاقة له بإسرائيل وقرر النشر على اعتبار أن هذا استمرار لسياسة التشويه التي تبناها منذ اليوم الأول وأن هذا الكذب لن يجري المحاسبة عليه ولكن السؤال الأول المشروع هو أن تأخر تعاطي هذه الوكالات التي قامت بضحض هذا الفيديو أخيرا لأيام من بعد التفاعل والإجابة هنا سريعا أن ننتظر ضحض هذا الفيديو حتى تكون وقع الضرر ومن بعدها ننشر المادة بصورتها الحقيقية الجزئية الثانية هي المكابرة والاستمرار باعتماد الخبر حتى من بعد التوضيح الذي نشر في الوكالات وهنا أيضا سياسة الانتقاء والكذب التي تمتهنها بعض الوسائل الإعلامية وهي ربما من الأدوات الأسهل أو الأسلوب الأسهل لتحقيق مكاسبها سياسيا أخيرا لا شك أن التصحيح ضروري على الشبكة الافتراضية ولكن بهذه الحالة تحديدا كان الأجدر بهذه الوكالات التي عودتنا على التفنيد والتشريح لتوثيق هذه المنهجية وربما لجم كل من يستمر حتى اللحظة هذه بالتفاعل مع الفيديو كان الأجدر بها شرح هذه المنهجية والحملة الممانهجة بدلا من ضحضه بصورة سريعة كما ورد بالشكل التالي بكلمات معدودات سليم بوزيدي أي صورة تظهرت عن الشهيد قاسم سليماني من خلال لقائه مع الفنانين والمثقفين هي في الحقيقة بيّنت إلى أي مدى هذه الشخصية مركبة تفصيل ربما ملهم أن كل من تكلم عن الشهيد قاسم سليماني سواء في الوثاقيات أو في الإعلام شخصيات صف الأول أو البسطة الجميع كان يتحدث وكان قريبا جدا عندما تشاهدين هذا الكم الكبير والواسع والطيف من الممتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار من لبنان إلى إيران إلى في سوريا وفي مناطق أخرى يتكلم بحميمية وبقرب عن قاسم سليماني نحن في الحقيقة أمام شخصية قوية وكبيرة لكن تعبير البسيط والمباشر أنها شخصية استثنائية سيكون هناك قادة مؤثرة في الميدال لكن تركيبة شخصية قاسم سليماني في مستواتها الثقافية والإنسانية والإستراتيجية ربما لعقود أن نرى مثل هذه الشخصية الملهمة والكبيرة شكرا جزيلا لك سليم بوزادي وشكرا أيضا مصول لبهي حلاوي وأيضا لأحمد البحراني وشكرا أكبر لكم مشاهدينا إلى اللقاء اشتركوا في القناة